السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب في اه درس جديد او مش درس جديد جزء تاني من درس الرابع اه هنعمل النهاردة الجامب جيم ايه هي الجامب جيم الجامب جيم هي لعبة عبارة فيها بوي عندنا قدامنا اهو البوي ده في بريك او توبة بتمشي والتوبة دي عملت تتحرك برضو في في الشاشة كده او متطلع من الشاشة ترجع تاني من او وهو بينط من فوقها لو لمسها بيخسر ولو نط من فوقها خلاص بيستنىها تاني تيجي وينط المفروض بقى السكور بيزيد بتاعه بس احنا مش هنعمل السكور دلوقتي لان رسا ما اخدناش الكونسبت بتاع في البرمجة هناخده وهنعمل عليه آآ فاريابل عادي اصفكم من حيات اقلتها بتاعة السكور دي دلوقتي المهم ان احنا هنعمل الحاجات دي تطبيقا على او احنا خدنا في الدرس ده فتعالوا نبدأ مع بعض الجامب جيم وطبعا هنطبق على شوية حاجات فاتت برضو عشان آآ نتأكد من فاهمنا عليها احنا يعني الكورس بتاعنا تراكمي احنا هنا طبعا بنيجي على بنختار من فايل نيو لما بنفتح نيو فايل بنلاقي نمسح زي ما عملنا قبل كده لو لو لقوتوني في حاجات معينة بقولها بسرعة ده معناه ان احنا ان احنا قلناها قبل كده يعني ده مش معناه ان انا بشرح بسرعة لأ ده معناه ان احنا قلناها قبل كده وانا بعيد عليها تاني فمش لازم ان انا اعود اوصفها بالتفصيل تمام احنا بس بنفصل الحاجات الجديدة طيب هنيجي على سبريتز هنلاقي البندا ديفولت نمسحه هو كمان ونيجي على باك جراوند هنحط باك جراوند آآ نضغط على ونكتب هنا نيتشور آآ مش موجود طبعا آآ آآ موجود آآ نيجي هنا نضغط على طول ونلاقي كذا آآ هنجي دي تمام اوي ونيجي على السبريتز نختار بوي وبريك يعني آآ بيبول ماشي ممكن نختار بوي من دول او ده ونختار كمان آآ نحط البريك بتاعنا هنجيبه من الايكون ونختاره نلاقيه هنا اهو بس كلا مية مية هناخد البوي نحطه هنا نكبر بس الشاشة شوية عشان نقدر ان احنا نحطه في المكان المناسب وناخد البريك نصغره شوية عشان برضو يجي يبقى متناسب مع اللعبة نخلقي عشرين لا اكتب 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 تلاتين حلو تلاتين ونحطه هنا بداية اللعبة ويتحقق بقى كده ناحية الشمال طيب نيجي على البوي عشان هنبرمه بالبوي بقى السلام عليكم قبل ما نكمل الفيديو او الكورس بتاعنا طبعا لو انتم محتاجين تعجزوا معايا كورس او سيشن عشان تفهموا حاجة معايا او حتى شغل سيستيم انالسيز ناندي ديزاين او غيره ممكن تتواصلوا معايا في الحاجات بتاعتي في الدسكريبشن مش في الدسكريبشن هنا في الصورة عندي هنا وده الفيسبوك اكاونت وده الجيميل اول حاجة عاوزين نبرمجة احنا عايزين نقول للعبة اول ما تبقى دي او المضغط على الجرين فلاج بتاع الجرين فلاج او المضغط على الجرين فلاج خلي البوي يروح للمكان ده عشان لو هو في اي مكان تاني يرجع تاني المكان ده طب المكان ده الاكس والواي بتاعه كام اهام موجودين احنا بنحرك ونعرف الاكس والواي من هنا من بتاعته تمام فهنعمل ايه هنعمل زي العادي نجيب ونحط تحتها من الموشن جو تو بس من يمين طيب عاوزين نعمل حاجة كمان عاوزين لما اضغط على السهم يمين يتحرك يمين لما اضغط على السهم شمال يتحرك شمال لما اضغط على السهم فوق المفهود يعني ينط ولما اضغط على السهم تحت ما ما بيعملش حاجة يبقى فوق ينطه خلص يبقى مين يتحرك يمين شمال يتحرك شمال فوق ينطه ماشي او ممكن نخلي بدأ ما ينط بال اه اللي هو سهم الفوق نخليه ينط بالسبيس كي اللي هو المصدر طيب تعالوا هنعمل الكلام ده ازاي عندنا هنا من فيه افنت جديد اسمه او احنا خدنا المرة اللي فاتت برضو لما كنا بنشوته الكرة في الفوتبول جيم هنختار هنا من سبيس هنختار مثلا الرايت ارل ناحية يمين الرايت ارل وهو سامي يمين هنقول له اول ما اضغط على الرايت ارل خلي البوي يتحرك يمين هنعملها ازاي بدأ في حركة يبقى موشن هنوحل موشن ايه من الموشن ممكن يخلي يتحرك يمين شوفوا كده معي دي حاجة جديدة احنا هنستخدم احد الايه البلوكس دي او شينج واي باي ايه تشينج اكس باي وشينج واي باي مش احنا قلنا الاكس والواي هما الاحداثيات يعني المكان بتاع الشخص فاحنا لما نغير الاكس والواي يبقى اتغير المكان. تمام? وانا لما حركه يمين مش انا كده بغير المكان بتاعه ناحية اليمين. صح? طيب. انا عاوز اغير مكانه ناحية اليمين او ناحية الشمال يبقى اغير في الاكس. لو عايز احرك مكانه فوق او تحت يبقى اغير في الواي. تاني التغير في المحور الافقي اللي هو ده يبقى اكس سواء يمين او شمال. التغير في المحور الرأسي اللي هو ده يبقى واي سواء فوق او تحت. تاني التغير في المحور الافقي هنغير في الاكس. التغير في المحور الرأسي نغير في واي. ماشي واضحة رأسي هاي جاي من ايه نحط ايدنا كده عند رأسنا وننزلها تحت ده الرأس. افقي اللي هو ده. تمام? يبقى ازا انا عاوز اغير في الافقي. عاوز اغير في الافقي. لو زودت هيمشي يمين. لو نقصت يعني لو بالموجب زودت يمشي يمين. لو نقصت يمشي شمال. فانا هقوله دلوقتي ان احنا هنا هنغير بال ايه بال افقي. لو حطيت هنا رقم موجب يبقى هيمشي يمين. لو حطيته سالب هيمشي شمال. يعني ايه? يعني تعالوا نجرب كده احنا عملنا تعالوا نضغط على تمام? ضغطنا على اللعبة واقف. طيب انا هضغط دلوقتي على اه اه ما هو ده. عشان اشغل ده. فانا هضغط على واحد اتنين تلاتة. شايفين ايه اللي حصل? في تاني. تحرك يمين عشر خطوات. وهنا في علامة صفرة او فيه هالة من من اللون الاصفر جات حوالين الايه? المجموعة من دي. ليه? ده معناه انها تنفزت. هنضغطين يبصوا كده على هنا. على هنا. شايفين الهالة الصفرة دي? دي معناه كل مرة بتتنفز الهالة الصفرة دي بتيجي. وطبعا اول ما بتتنفز ايه اللي بيحصل? البي بيتحرك يمين? طب انا لو عايز البي يتحرك شمال. هخلي الاكس ده بالسالب. مردين بالكم? طيب تعالوا نخليه تحرك شمال. هنعملها ازاي? هنقول برضو من هنختار هون سبيس كي بريست. بس هنخلي الاسبيس. ليفت ارو. يعني شمال سام شمال. ليفت ارو يعني سام شمال. ارو يعني سام وليفت يعني شمال. فهنجي هنا من الموشن ونقول له change اكس باي. بس المرة دي هنخليها ماينس دين. ماينس دين. ليه ما بزود يباي مين? وكل ما بنقص يبقى شمال. طيب. فاحنا هنا خليناها ماينس عشان يمشي شمال. بصوا كده. اول ما بيضغط عجرين فلاج بيروح لمكانه الاولاني. ليه? لان انا قلت له اول ما بيضغط عجرين فلاج المكان ده. طيب تعالوا بقى نتحرك كده. ادي مين? ودي شمال. جميل الاول. حلو جدا جدا جدا. هو ده احنا عاوزينه حتى الان. طيب احنا عاوزين نعمل حاجة كمان. ايه هي? عاوزين لما اضغط على المسطرة مسلا. تعالوا نحط دي في الجنب كده. ودي جنبها. عشان نبدأ ننفذ الجنب. طيب الجنب هيبقى فين? تغير في ايه? في محور الافخي ولا الرأسي? ها? لو انت فاكرين انا قلت التغير في الافخي اكس. الرأسي? انا انا لو هنغير في الرأسي بقى نحتاج ان احنا هنغير في ايه? في الواي. يبقى ازا النط تغير في الرأسي. وهيطلع فوق وينزل تاني. يبقى ازا تغير في الرأسي مش في الافخي. اما يمين وشمال افخي. هاو? تمام? افخ اللي هو كده. نفس المستوى اللي انا بعمل بايدي ده. لكن رأسي كده. فازا انا هحرك بتاعي رأسيا لفوق. وبعد كده ينزل تاني تحت. يبقى ده تغير في محور الواي. طيب هنعملها ازاي? تعالوا الاول ناخد ونقول له او ما اضغط على اعمل بقى الاتي. كزا. فتعالوا نقول لو انا زودت يعني بالموجب يبقى يطلع لفوق. لو بالسالب بالماينوس ينزل لتحت. انا هنا بخليها بالموجب. هنا لو انا ضغطت كده. اه عجرين في الهج. وضغط على المسترة. بص بيطلع فوق. بس انا مش عاوز يطلع لفوق بس. انا عاوز يطلع لفوق وينزل تاني. تمام? طيب تعالوا نخليه ينزل تاني. نيجي هنا تاني. ناخد نخليها مينس تاني. يعني هو يطلع فوق عشرة وينزلهم تاني. تعالوا نضغط عجرين في الهج ونجر. نضغط. ده ما بيتحركش من مكانه. بصوك السفرة بتيجي. ولكن ما بيتحركش من مكانه. ليه? لان احنا ادينا له امرين عكس بعض. في نفس اللحظة. فاحنا قلنا له ايه? اطلع وينزل. فهو اطلع له وينزل. ما متحركش من مكان. الاتنين عكس بعض. هو ينفع الكلام ده? ما ينفعش. احنا مفوض ندي له امر يطلع وبعد ما يخلصه برحته ينزل. صح ولا ايه? طيب الكلام ده هنستخدم فيه هنستخدم فيه. وبرضو هنستخدم عشان حاجة تانية. احنا مش عاوزينه يطلع عشرة بس. ومش عاوزينه ما يجي يتحرك يختفي من مكانه ويروح مكان تاني. يعني بصوا كده. تعالوا نمسح دي. لو احنا مسلا خرجناها مية. عشان عشرة قولية. يعني عشرة. بصوا عشرة بتطلعها ايه? اهو عشرة. بتطلعها بسيطة خالص. دي. يعني نعملها تانية اهو. دي العشرة. طيب احنا مش عاوزين نطلع دي. لان اقل يطلع لغيت هنا. عشان خاطر ايه? يعد التوبة. فاذا انا اخليها مية مثلا. مية. اقلوا بقى نضغط على الجرين في الهجنة نشوف المية. المية لغيت هنا. ماشي حلوة بس بصوا كده على وانا بضغط على المسترة بيختفي من مكانه ويزهر في المكان التاني اني مش عاوزه كده. اني عاوز يعني يتحرك قدامي. يعني انا شايفه هو بيتحرك. مش فجأة يختفي من تحت ويزهر فوق. لا مش عاوز كده. طيب هعمل الكلام ده ازاي? هعمل الكلام ده اني اقرر الحركة بتاعته من خلال لوب. من خلال لوب. اقرر الحركة بتاعته وحركة صغيرة. يعني ادي له مسلا يتحرك عشر خطوات عشر مرات. بس باللوب. ازاي اعملها? هاجي هنا من الكنترول وريبيت عشرة. وحطه احطه جواها تشينج واي باي تن. اذا انا كده حركته مية. بس وربعة. فهنحس ايه? بشكل ان هو طالع معاني. مش فجأة بيختفي. بصوا كده. شايفين ايه اللي حصل? اهو تاني. تاني. شايفين بقى عمل ازاي? عشر. اتحرك عشر خطوات عشر مرات. فهين احنا احنا شوف ناك انه بيطلع ايه? لفوق. مش مش بيزهر ويختفي مرة واحدة. ودي اهم حاجة. طيب احنا عايزينه بعد ما يعمل كده ينزل تاني بقى. يعني هيعمل نفس الايه? الكود تاني بس لتحت. نعملها ازاي? ممكن ناخد اللي هو نقرر الكود بتاعنا. ونغير فيه. طب هنعمل ازاي? كليك كيمين? هتجاين نمسكنا نفس الكود اهو. نحطه تحت. وهنغير فيه هنا ايه? ايه الحاجة اللي احنا هنغيرها هنا? نخليه بدأ ما يطلع لفوق ينزل لتحت. هم? وقفوا الفيديو كده وفكروا. وقلوا اللي جابها شاطر. طب تعالوا هنشوف ايه الاجابة? ولو انتوا جاوبتوا كده? ايه بقى انتوا شاطرين? هي في الحقيقة احنا هنغير حاجة واحدة بس. هنخلي بدأ التن مينس تن. مش احنا قلنا. التغير لما بيبقى بالموجة بيبقى الفوق. ولما بيبقى بالسالب بيبقى تحت. وبرضو في الاكس التغير لما بيبقى في الموجة بيبقى يمين. لما بيبقى بالسالب بيبقى شمال. طب تعالوا كده نجرب. احنا عملناها مينس تن. نشغل ونضغط على المسترة. ها حلوة قوي. بيطلع مية وينزلهم تاني. شايفين? ملاحظين? ها طلع مية وينزلهم تاني. طب احنا لو عايزينه ينزل ببطء شوية. نعملها ازاي? لو عايزينه ينزل ببطء شوية ممكن نجيب دي. ونحطها تحت ايه? في النزول. لان دي بتاع نزول. اللي هي بالمينس. ونخليها مش ثانية بقى نخليها مسلا بوينت وان. او بوينت زي وان كمان. يعني جزء من مية جزء من الثانية. ايه معنى الكلام ده? معنى الكلام ده ان هو كل ما ينزل عشرة يستنى الوقت ده. هو وقت قليل خالص. فهو هينزل عشرة دي عشرة مرات. مش انا عمل لها ريبيت عشرة مرات. فاذا هينزل عشرة عشرة مرات. انا بقوله بقى في كل مرة ما تنزلهمش مرة بعض. بعد ما تنزل عشرة استنى شوية. منزل عشرة واستنى شوية. منزل عشرة واستنى شوية. تعالوا نجرب كده ونشوف ايه التغيير اللي حصل. بصوا كده. نضغط على ونشغل. ما لاحزناش او الفرق. احنا ممكن نخليه مسلا بوينت وان عشان نلاحز الفرق. طيب نضغط على بصوا شايفين ايه اللي حصل? هو نازل. بقى ابطأ لان انا قلت له بعد كل ما تتحرك عشرة خطوات استنى شوية. فانتو لو ما لاحزين بعد كل عشرة ترقيه وقف شوية كده. بس طبعا بقت ملحوزة قوي. فاحنا عاوزين نخليها مش ملحوزة قوي. فاحنا ممكن نيجي هنا. ونصغر الرقم بقى يعني نخليها مسلا كده. كده الرقم ما يزرق شوية فتعالوا نجرب. ماشي كويس كده. كده كويس. اعطاك. حلو اوي. يبقى احنا هنا بوي بيتحرك يمين. بيتحرك شمال. بيتحرك فوق او بينوت فوق وتحت. اهو. يمين. تجاي الهالة السفرة بتيجي على شمال لما انا بدغط على الفت ارو. فوق لما اضغط على المصدر. طبعا هي بتخليها تنفس ده الرقم تتخلص خالص وتنزل هنا في النهاية. اهي. بس كده. هو ده كل اللي انا عاوزه. طب لو انا عاوز اعمل معين. الساويند ده يحصل اول ما اعمل جامب. اعمل ازاي? http. انتوا فاكريني. من guitars. بختار start sound. وحطيه هنا اول ما اضغط على ال space key. يعمل sound قبل ما ينط حتى. تمام?, وبعد كده ينط على طول يعني مش هيستنى sound ياخلص. لا، هو يشغل sound يخش على بعضه على طول لو انتوا فاكرين اش انقلت الفيق ما بين play sound until done. until done دي يعني حتى النهاية. اما start sound لا. هو start sound بيعمل start sound. ويكمل على طول الكود اللي بعده. من غير ما ايه ما يستنى sound يخلص sound Brand by بيشغل بس يشغل مع نفسه. هنا مش بيعمل الكود اللي داحت ولغيت ما يخلص هنا بتاع تمام? طيب اه احنا نختار بقى مثلا ما فيش اسمه هنيجي هنا على ونختار ونكتب هنا فيه ايه. ايه حلوة دي. اوكي? نضغط اكس. يجي هنا نختار نشغل كدو نجرب. الله حلوة ايه. جميلة جميلة جميلة. يمين شمال وينوت. طيب احنا بقى عايزين نبرمج اللي هو الطوبة. ستعالوا نروح على ماشي يا شباب احنا دلوقتي هنكمل اه ونخش ونعمل الطوبة بقى يعني نعمل البرمجة بتاعة الطوبة. طيب احنا عندنا الطوبة دي او دي ممكن نسميها طوبة او بوكس اي حاجة يعني عادي. المهم احنا عايزين نتحرك او نحرك دي من ناحية اليمين اللي هو هنا. لغاية ما تطلع برا الشاشة الناحية التانية وبعد ما تطلع تيجي اكن حاجة زي طوبة تانية جات وراها. يعني كل ما تطلع فيه طوبة تانية تخش. فاهمين قصدي? طيب الكلام ده هنعمله ازاي? ازاي نعمل حاجة زي كده? احنا نعمل حاجة زي كده هنستخدم فيها اللوبينج تكرار. عشان الحركة اللي احنا نعملها دي هتتكرر طول ما احنا في اللعبة. طوبة هتطلع ويجي بعدها واحدة وتطلع ويجي بعدها واحدة وتطلع. فازا مدام في حاجة بتتكرر في او في اللعبة بتاعتي اقدر اعملها باللوبينج. دي اول حاجة. تانية حاجة بقى هنختار الموشن هنشتغل على الموشن بالجلايد والجوتو. طيب تعالوا نعمل معه بعد. اول حاجة هنيجي من نختار تانية حاجة هاجب من الكونترول واقوله فور ايفر. احنا هنكرر الموضوع ده فور ايفر. طول ما اللعبة شغالة لغيط ما اللعبة توقف. طيب جوه الفور ايفر بقى اقوله ايه? هقوله في الاول خالص جوتو المكان ده. فانا هقوله جوتو المكان ده. وبعد ما تجوتو للمكان ده اعمل جلايد لغيط المكان ده. تمام? فين? اهي انا اهي. سالب اه متين واحدة وتلاتين. سالب متين واحدة وتلاتين. وماينس ستسعة وتسعين. طيب انا خليها مينس مية زي ما هي. مش هخليها مينس ستسعة وتسعين. ليه? ما هنا ما كانها مينس ستسعة وتسعين اهو. لاني بصوا كده فوق مينس مية. فانا مش عاوز اغير في المستوى الرأسي. المستوى الرأسي ده هو هنا. يعني انا عاوزها هنا. مش عاوز وتطلع ولا تنزل عاوزها زي ما هي هنا تتحرق بس يمين وشمال. فإذا أنا عاوز المستوى الرأسي سابت وإحنا قلنا المستوى الرأسي اللي يتحكم فيه Y. Y بتتحكم في الرأسي. والX بتتحكم في القفقي. فإذا يبقى أنا هغير X بس. Y سابها سابت. خليها سابت هنا في الاول وسابت هنا. مينوس مية في الاثنين. Y بقى بتتغير هنا كانت بالموجب هنا بالسالب لأن هنا في اقصر يمين وهنا في اقصر اليسار. طيب تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل لو اضغطنا على الجرين فلاك واو تحركت هاي بيعمل بيجي جوتو هنا وبعد كده بيوصل لغيت هناك بالجليد واول ما بيوصل هناك خلاص هو بيبقى نفذ الكودين دول او بعد ما ينفذهم ويخلصهم بيعمل ايه تاني بيرجع ينفذهم من جديد تاني ليه لانه هو بيعمل لوب اللوب دي بتكرر للاكواد اللي جواه فهي بتنفذ ده ثم ده ثم ترجع تنفذ ده ثم ده ثم ترجع تنفذ ده ثم ده وهكذا تخرجها كده الى ما لنهاية انا اخترت حاجة تانية من اللوبينج زي فاذا هي هتنفذ مش فوريفر بقى هتبقى يعني انا هقول له مسلا كرر عشر مرات هنا ايه كرر عشر مرات ويوقف لكنها فوريفر فوريفر الى الابد هيكرر الرتم اللاعبة توقف طيب تاني حاجة عاوزين نعملها احنا عاوزين نعمل حاجة زي احنا بسه عايزين نبطقها شوية احنا لو ضغطنا هنا خليناها بدل الواحد اتنين بس بقت ابطائي كده كويس عايزين بقى نعمل ايه عاوزين نعمل صوت ده زي جنزير ماشي صوت الجنزير ده عايزين نخليه شغال طول ما الطوبة شغال طيب الكلام ده هنعمله ازاي هنعمله برضو باللوب مدام احنا هنخليه يتكرر على طول وسهل مدام احنا هنبدأ يعني يبدأ الصوت ده يتنفذ اول ما اللعبة تبدأ مع الطوبة يعني خلص يبقى نعملها بتاعنا ايه مدام انا هبدأ مع اللعبة يبقى بتاعنا ايه طيب نختار ونختار من هنا ونحط جواها او خليها مش هتفري بقى احنا مش هنحط اي اكوات تانية فنسيبها ونختار فمش موجود طيب نحطه نيجي هنا من هنا اهو ونختار نضغط على طبعا لو في حاجة انت ما شفتهاش ممكن ترجع الفيديو يعني في حاجة انت ما شفتهاش اتعملت ازاي بالزبط رجع الفيديو وتأكد بنفسك ونكتب اهو ده صوت نضغط ونيجي هنا نختار بس نضغط سمعين صوت بس وكده ده اللي احنا عاوزينه مبدئيا طيب اخر حاجة احنا هنعملها دلوقتي هو اننا هنقول له اول ما تلمس بوي احنا كده بوي بيتحرك وبي نوت بيتحرك وبي نوت بس لو لمسها ما بيحصلش حاجة احنا عاوزين بقى نبرمج حتة دي هنا في الطوبة هنقول لها اول هنوقف بس اللعبة عشان تسمعوني كويس اول ما تلمس البوي عاوزك توقف اللعبة ما كده اللي هي بخير صوت وتكتبي لي مسلا جيم اوفر تمام يبقى توقف اللعبة وتعمل جيم اوفر فاكرين احنا كنا عملناها ازاي في اللعبة بتاع الفوتبول جيم او انتوا فاكرين كنا جينا هنا احتاجنا عملنا و جينا من اختارنا يبقى هو هي ممكن نعملها هنا كده اه ممكن نعملها هنا كده بس احنا مش هنعملها هنا كده ليه احنا هنعملها بطريقة تانية فيها هنا احنا عاوزين نطبق على في الدرس بتاع النهاردة ده كله كان مراجعة على و برضو معرفة بعض الحاجات الزيادة فاحنا عاوزين بقى ايه نطبق على فاحنا هنعملها ازاي باللوبين اه بال هنعملها بال دي بتسأل سؤال هل لمست لو يبقى ينفس الحاجة اللي جواه تمام هو ده ريحنا نعمله كله طيب السؤال ده يتسئل امتى اول مبدأ اللعبة هقول له هل الطوبة لمست س كنت لأ وبالحقيقة السؤال ده هينخليه يتسقل طول ما اللعبة شغال يعني هي مسلا بص اللعبة هين هنشغل اللعبة كنت بصوا سنة تانية في اللحظة دي لازم السؤال يتسقل هايقول لك البوي ملا مساهش في تكمل في اللحظة اي لحظة بقى اللحظة دي مسلا برضو كيف اتسقل في اللحظة دي برضو السؤال يتسقل فإذا السؤال لازم يتسقل على طول هل بوي ده مثل الطوبة يبقى خلاص مش عامل حاجة. هيعمل بقى الآتي. يوقف اللعبة. ويوقف الاسوات كلها اللي احنا عملنا. وخلاص. ويعمل طيب تعالوا نعمل الكلام ده. احنا هنعمله. هنيجي من ونختار. ليه بقى? لان انا بقول لك هيتسئل على طول من اول مبداية اللعبة تبدأ. لغاية ما يدمسها. طيب مدام هيتسئل على طول طول اللعبة. يبقى احنا هنعمل ايه? ركزوا معي ايه? حاجات بسيطة ايه? احنا بنقول مدام هنسأل طول اللعبة يبقى يعني الى الابد طول ما اللعبة شغال. طيب ايه بقى اللي احنا هنعمله جوه هنسأل هنقول له على الطول هيسأل السؤال ده لانه محدود جوه طيب يقول يسأل على ايه? انه هو لمس. احنا هنا جوه الايه? جوه يبقى ازا هنسأل على انه لمس فنيجي هنا من سنسنج تاتشنج نحطها هنا ونختار تمنتاشرة ده اسمه اسمه بالزبط هنا. تمام? طيب لو لمسوه يبقى احنا مفقود نحول الشاشة لجيم اوفر ونوقف اللعبة. طيب الشاشة هنحولها لجيم اوفر ازاي? لحاجة جديدة بقى هنتعلمها النهاردة دلوقتي. طيب عشان نعمل كده احنا بنقول حاجبات جرامد الاول. احنا جسة كل بقى الحاجات هتنفز جوه هنا. يعني لو لمس لو الكنديشن ده true. ولمس فعلا هينفز اللي جوه هنا. احنا جسا ما حطناش حاجة. قبل ما نحط هنواح نصمم الشاشة اللي فيها جيم اوفر. هنيجي على ونضغط هنا على فهنشوف بتاعتنا. تمام? هنعمل منها هي باكجراوند دي. نعمل دابليكيت اهو دابليكيت. ماشي عملنا دابليكيت نيجي هنا بقى نكتب جيم اوفر. فعنكتبها ازاي اهو بالاااا نكتب جيم اوفر طبعا. اوفر. وتعالوا نكتبها شوية. خلينا مسلا يدي هلون تاني. ماشي عطب الداحل من الازرق ده. نكتبها شوية كمان. ونحطها هنا في منتصب الشاشة بسط. طيب هنسميها ايه? تعالوا نسميها جيم اوفر. جيم اوفر. تمام? طيب احنا كده عملنا شاشة جديدة او جديدة وسميناها هي هتب شكلها بالشكل اللي قدامكم ده. بس احنا مش هنجيبها دلوقتي. هنخلي دي هي قسية. ولو لمس نرجع دي. تمام? طيب. تمام يا شباب احنا بقى نختار الخلفية العادية دي. عشان نرجع بقى تاني. نيجي هنا على اللي هو بتاع الطوبة. نطلع. طبعا لو احنا جوه هنا بنضغط او لو جوه بنضغط اه هقوله بقى اول ما تتتش تعمل ايه? اول تو اسويتش باكدروب تو. الجيم اوف احنا نستعمل ايه? الجيم اوف دي. تمام? تاني حاجة يويت وان ساكند عشان يلحق يسويتش لاني السويتش ما بيباش في اللحظة. لأ يويت وان ساكند بعد كده يستوب اول الجيم. تمام? فانا هقول له ويت وان ساكند او مش وان ساكند حتى اقل من كده بكتير. وبعد كده آآ الجيم. وقف لي الجيم كلها. بس كده ده كل اللي انا عاوزه. بس في حاجة هنا بصوا كده بقى انا هشغل اللعبة. ماشي حالو. ماشي حلوة. لكن في حاجة لو لما استهى وقف الجيم وعمل لي جيم اوفر. حلو. لقد دلوقتي احنا تمام. طيب هشغالها تاني بقى من جديد شوفوا ايه اللي هيحصل كده في مشكلة هتحصل دلوقتي. آآ المشكلة اللي حصلت ان الجيم اوفر لسه ظهرة. يعني بصوا كده. انا شغال مبالعب وجيم اوفر لسه ظهرة في اللعبة. انا عاوزها اول ما تبدأ اول ما اضغط على ترجع لي او للباك جرامد للباك جرامد القاسية. ازاي? حالتي? بقون جاي هنا. من واقول له اه اه اعمل لي الباك دروب السي. بس؟ سويتش باك دروب 2. باك دروب 1. مش هيدي السي؟ تعالوا نجرب هنا. لا مش Santown. طب انت بتعرف هزاي باسمها يعني احنا لو رحنا على ال background وضغطنا هنا على ال costumes هنشوف اسمها outskirts 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 3 فتعالوا نرجع نعملها نقول outskirts 3 بس تمام ميه ميه نشغل اهي اجل اول ما يلمس game over نشغل تاني ترجل يلمس game over بس ميه ميه هو ده اللي احنا عاوزينه بالزبط تماما احنا كده خلصنا تاني لعبة